اه بنكمل مع بعض الاسئلة كده وصلنا للسؤال اه واحد واربعين اه بيديك اه شيد كده اه في الهورلي ريت اه معندل الساعات وكتلك في الارقام اه الساعات اللي هي اه اه الشغل فيها العامل يعني وعاجي احسبها عاجي احسبه البيتكس ساري قالك من تحت كده نشوف من تحت كده قالك اصبه ايه قالك كده انتر افرميولا اه ادخل معادلة انسل دي فور فين خلية دي فور دي اللي هي ادي دي ودي فور اللي هو محد ذلك مالها بقى اه زات وود كالكوليت هتحسب زابري تاكس ساري اه المرتب اللي هو قبل الدرايب يعني قبل ما اتخصمه الدرايب فور كاثي ميلر للشخص اللي اسمه كاثي ميلر اه بريز انتر كي وين يوها فلاشت ولما تخلص يدوس على العقل ايه زر ايه او الكي اه انتر ماشي هتعمل لي هنا يا جمعة هنا هنا مديك ايه هنا مديك اه اه يعني ايه سعب كام يعني يعني هو هيشتغل وقلل لكم مثلا اربعة وشرين ساعة قيمة الساعة وليكن اه خمسة وخمسة وربعين من ايه هو عايز بقى يحسب اه عايز يحسب ايه المرتب بتاعه يبقى مرتبه عبارة عن ايه عبارة عن اه حصل ضرب عدة الساعات في قيمة الساعة ماشي يعني لما اقف هنا كده هيقول ايه هيقول بيتساوي اه اربعة وشرين في خمسة وخمسة وربعين من ايه بس اعتفال قبل كده احنا مكتبش قيم احنا مكتب سيل ريفرانس اسماء الخلايا يبقى انا في هنا يقول له ايه يساوي اه بي فور في سي فور احنا مجمع كده بس لو ما اتخلص يعمل ايه يعمل انتر السؤال اللي بعد كده اا اا بقول لك اف اا زا انتر كي لو اا اا انتر مفتاح انتر ووز بريزد ضغطنا عليه تو اكسبت زا فورميولا انسل اي تسعة الخلية اي تسعة طبعا شوف كده فيه الخلية اي تسعة ايه وتحت اهو اي تسعة اه فيها خلية بتساوي ايه بقى اكتب فيها بتساوي ايه تاتة زائد اي خمسة زائد ايه تسعة اة دا دا ذكّر اسم الخلية اللي احنا فيها ضمن المعادلة ده خطأ تسعة بققولوك بتساوي كزا زائد كزا زائد كزا زائد كزا زائد اي تسعة هو انا اصلا عارف قناتها لسه ماشي يا جماعة يبقى اول ما تشوف خطأ ده كده لازم على طول تعرف انه هو خطأ سيركيولر ريفرانس او خطأ مرجعي في ال اكسل يبقى اختار اللي هين اهي الرابعة دي سألني بعد كده بيقول لك افرو فور لو الصف الرابع اتحذف المعادلة بقى اللي هتبقى في الخلية بي ستة هتكون ايه هو دلوقت يوقف في الخلية بي سبعة وقالك بتسوي صم مجموع من بي سري لبي ستة تخيل كده ان الصف الرابع ده اتشال اتحذف يبقى الصفوف هتطلع فوق صف يعني هتقف هنا في الخلية بي ستة بقى هتسوي ايه هتسوي صم من بي سري الى بي خمس اللي هي عمد عشان الصفوف اتش اتشال منها صف فبدل بي ستة خلها ايه بي خمسة يبقى الجابة الصحيحة اللي هي اتنانية صم من بي سري الى بي خمسة السؤال اللي بعد كده اا بيقول لك اي معادلة اي معادلة اي معادلة نحطها في الخلية اي اتنين اا ود كالكوليت هتحسب زي التكلفة الاجمالية مع ها يعني هو عايز بقى هو هافنة هيحسب مجموع دول ماشي زائد دي مجموع دول اللي هو من اول بي تو لحد دي تو اسمهم بتساوي صم من بي تو دي تو زائد الخلية اللي هي مطلقة دي بقى اللي هي ابسوليوت سيل ريفرنس اللي هو احنا نفتكر في اسئلة جات قبل كده على الابسوليوت سيل ريفرنس خلينا كده يكون وحدها عايزين نجمعها او عايزين ندخلها في معادلة اللي عملي بقى هو مفوضي افنة ويقول بتساوي ها اه صم من بي تو الى دي تو زائد الخلية اللي هي بي ستة بس هو عايز يبقى بقول لك اف كاب الدون لو احنا نوسخناتها لتحت لو من بحاجة دي كده عملنا التو inspيرية العساء pie اللي هي لسخ ا 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 التعباء التو ماتك بتاع الحاسبات ماشي اه اه pong بالدرات الخلية هتخسب التكلف الاجمالية الات lounge النحتان ليس بقى نعمل اي بقى بص كده هلاف الخلية بقى ناوي بتساوي سم ها boy بي تو الى دي تو ليس ما خلصيتش زائد بقى الخلية المطلقة خطيت لدخلها بين علامة ايه للدولار نقول له دولار بي دولار ستة يبقى فين بقى يا جماعة المزبوطة يبقى لها اللي هي من بي تو اللي هي الاول يا جماعة ساوي سم مجموعة الخلية من اول بي تو لدي تو زائد دولار بي دولار ايه ستة واحد يقول لك اللي عامة الدولار حتفقنا علامة الدولار عشان ما تسحبها لتحالة كده تحسب لك دول ديت معهم ودي كمان ايه معهم مجموعة يا جماعة استقلي بعد كده بقول لك اه دراج اتش اكس اه حط اه علامة اكس او سحبها كده حطها اه انزا ووركشيت زاد كونتينز ان ايرور وطبع ما بديك تحالة اكس انت لو وصيت كده دولار كس شوية هتلاقي ممكن تلاقي في الشيط ده اربع ارس بشيطات اجمال اول حاجة هو مكتب اه 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 الاجمالي من جان لمارش من يناير لمارس هو حطلك جان وفبريوري وابريل طبعا دي اول غلطة ببتشي الايكس كده تحطها على على ابريل ادي اول غلطة لان في فين مارش تاني غلطة هو وقف هنا كده هو وقف خالي دي يقول لك ايه بتساوي من بي فايف لدي ستة دي بتساوي لا طبعا يا بس دي المفروض تكون اه مجموع ده وده وده اللي هو من بي ستة الى دي ستة مش من بي خمس الى دي ستة طبعا دي تاني غلطة طبعا غلطة نكون عليها القيمة دي اللي هي ما يطلعش من مية وعشرة عشرين دلتين خمسين خمسين وخمسة وعشرين. اه خمسة وسبعين. بقى دي غلط. اه ربع غلطة. القلمة دي يا جماعة اللي هي عندها بنانز وورانجز. بدي كم عنفاكة. بيرز. بيرز بتكيبش كده. اوكي? دي كلها غلطات ايه? ممكن نعتبرها. السؤال اللي بعد كده. بدي نشيط كده. وبقول لك اه برينت جاست زينج. اه. اطبع فقط المدى. من اول ايه تو ل ايه احداشر. اه. لما يجي يقول لك اطبع لي يعني خلايا معينة. ولكن اي حاجة هنا كده. اي حاجة كده. ايه ارقام. ولكن من ايه تو ل ايه مسلا حداشر. اه نروح نروح نروح. اهو. كده. من ايه تو? ماشي? لأي احداشر. عادي اطبع المدى بس. اعمل ايه? طبع هوا بيكون بتحدد. واروح على فايل. وعلى برينت. ماشي? اقول له برينت ايه بقى? ها? دي اهم في الموضوع. اطبع الجزء اللي بتحدد بس. وقول له اوكي. بس? لو قلت اكتف شيت? هيتبع الشيت كله. لو قلت لو انتاري وركبوك? هيتبع الوركبوك بالشيتات وكلها. يعني شوف بقى كام شيتة عندك كده? هيتبع ده كله. لأ. اطبع التحديد. فالجزء اللي انا بحد عليه هو اللي هيطبعه فقط. ماشي يا جماعة? السؤال اللي بعتقد. جايب لك برضو الشيت اه اكسل. وبيقول لك اه اجاب لك انا مجموعة قيم كده. وبقول لك اه اكتب معادلة. في الخالية جي تمانية. اللي هي دي. ما لها بقى. بتستخدم دلة مناسبة. عشان تحسب زا توتل. نتفقنا قبل كده. طبع ما قال لك عايزة تحسب التوتل يبقى عطول دلة صم. اللي هي المجموع. عايزة تحسب مجموع الخارية اللي بتعلمها. هنقول له بتساوي ها? صم. افتح قوس بقى. اكتب الخالية من الخارية لخارية. هي اسمها ايه بقى? من اف خمسة الى اف سبعة. وتعمل ايه? انتر. اول تاني. بتكتب بتساوي صم. اللي هي لات المجموع. ليه عامي صم? لانه قال لك توتل بقى تنساها. اللي بتساوي صم. افتح قوس. من اول اف خمسة لحد اف ايه سبعة. ومن تجتمل انتر بعد متخلص. السؤال اللي بعدك انا. جيب لك برضو شيء كده في حسابات. بقول لك اي معادلة. اي معادلة هندخلها في الخلية سي اتناشر اللي هو فاريات. هتحسب. اه. لو انت افتكرت وانت اكلمك على الدول. هيقول لك عايزك تبلي وتحسب اه عادل السجلات. طالما عادل السجلات يبقى اتدل اسمها ايه? اللي بتحسب عادل الخلايا. او عدد. ماشي? اهو. اللي بتاخد عبر التالي الاسابيع. فيه الاسابيع دوله. ويك وان ويك تو ويك سري. انا عايز يحسب عايز يحسب اه اه هنا كده مجموع الخلايا او مجموع السجلات دي. مش هي المجموع الاركام اللي فيها لأ كام خلية. زي نمبر. ماشي كده? المجموع دي اللي هي التوتل اللي هي سم. لكن انا او عايز يحسب دول كده على بعض كام خلية. زي نمبر. فهي ده اللي يا جماعة هتقول لي بقى بتساوي كاونت. ماشي? كاونت. كاونت بقى من فين لفين? من اول بي فور اللي هو او رقم اوه اللي واربعة ده. بي فور لحد كام? لحد دي عشرة. فيه الحل? الحل يا جماعة التالي كونت. ما بيش ساوي كاونت. من بي فور الى دي عشرة. ونعمل ايه? انتر. السؤال اللي بعد كده. اه خدنا السؤال دا بالكده اللي هو بتاع اف. اي معادلة هتعرض سبعة في المية. انسيل دي تمانية. هتعرض سبعة في المية في الخلية دي تمانية اللي هي الجولة دي. افزا كاستومرز. لون العمله. order value اللي هي فوق دي. اي هو رقم ده? ماشي? لو القيمة دي is over ten thousand. لو القيمة دي اكبر من عشرة الاف هيحط سبعة في المية. اند وودي سيبلي وهيعرض zero percent وهيحط سفر في المية اف نوت. لو ما كانش كده. ماشي? اهو. يبقى نعم اي بقى? احنا رفض ناف هنا. ونقول له لو اللي فوق ديت اكبر من عشرة الاف اه سبعة في المية. لو ما كانش سفر في المية. يبقى نقول له ايه? هنقول له اف تفتح قوس ها? اسم الخلية اللي فوق ايه? دي سبعة. اسم الخلية دي سبعة. انا هو قال لك اهو? قال لك الالك لو اللي هي القيمة دي? يبقى اف دي سبعة. ما لا اكبر من عشرة الاف كومة سبعة في المية. يعني لو اتحقق سبعة في المية. الكومة التانية لو متحققش حط ايه? زيرو في المية. يبقى انا واحد في انت ببقى تعالي نشوفك اه. ادي اف ايوه هيا يا جماعة. اف دي سبعة اكبر من عشرة الاف كومة سبن بيرسنت كومة زيرو بيرسنت. ماشي يا جماعة? السؤال اللي بعده كان. اه جايب لك برضو بشيء اكسل كده. وبيقول لك اه change the formatting. غير التنسيق. غير التنسيق. غير التنسيق. غير التنسيق. الخلال محددة. عشان تعرض. عشان تعرض. عشان تعرض بالفواصل. اللي بتفصل بين الالاف. يعني لو هو جماعة عايز يقول عشرة الاف. يحط تصفر. وبينهم باصلة ويكتب عشرة. يعني ايه الكلام ده. بص كده. انا عندي هنا ولكن ارقام كده. الارقام عشوائي. ايه. ايه حاجة كده. ماشي? عايز بقى الايه? عايز الفواصل بين الكلام ده. يعني كل ثلاث اه ارقام فواصل. احنا بنعلم كده. والتوقع علكم يا جماعة. بس. ماشي كده? هيجيب لك ايه? هيجيب لك الفواصل بتاعي ده. اهو. ماشي يا جماعة? هو ده. والحل اه والحل الله. السؤالي بعد كده. اه ضيف بوردر. يعني ايه بوردر? يعني اه اطار كده او او حدود حول المدى المختار. يعني ايه? يعني دلوقتي لو انا اه مع متعلمينهم. عايز اعمل بوردر حواليهم كده. مش جواهم خبالك. يعني حواليهم. بروح فين بقى. بص كده. بروح لعلامة اللي هيدي. شايف هم ده يا جماعة? اسمها بوردرز. حدود. وروح عسام اللي جنبها كده. افتحوا. اختار ايه بقى? قالك اللي حواليها اللي مش جواها قالك اللي حواليها. يبقى لوها ده. اللي هو ده. ماشي جماعة? اللي هو اهو بوردر. كده. غبر كده. هطلعت اهو. اهو بس كده. اتحدد الجزء اللي ايه? اللي هو الخارجي بتاعه. استقل اللي بالا كده. يعمل لك تشارت. اسم تخطيتي. وبقول لك غير الخلفية البيضة. اللي هيدي يعني. اهو تشارت تو يولو. خاليها الاصفر. بصوا يا جماعة. لو هو كده. بتاع بس نعمل كده تشارت دوري. اهو اللي هو كده. ونقوله في مش. ده شارت كده. لو عادي تغير الخلفية البيضة اللي هو دي. لا دي. بشو عادية. تعمل ايه? تيجي عليها دول كليك. هيجيب لك الوان. اختار اي لون خلفية. عليكم اصفر اهو. وقول له اوكي. تغير ازاي? طب عايز تغير العميد. تيجي العميد دول كليك. هيجيب لك لونه. وغيره ازاي اللي ما انت عايز. اقول لكم لون ده. وقول له اوكي. عايز تغير منطقة الرمضي دي. تعال ايها كليك يمين? اعقص دي دول كليك. وتروح تختار اللي اللي انت عايزه. تقول له اوكي. شفت عملت ايه? يبقى انت غيرت كل اللي انت عايزه. بتروح عن مكان اللي هو عايز غيره. تعمل دول كليك. تمام? وتغيرك قايمة الوان. اختار منها اللي انت ايه? اللي انت عايزه. انتفقنا? السؤال اللي بعد كان. جاي بشي تخلي كده. اه وبقول لك اه احنا كمان شوية عن الهيدر. جاء وقت ايه الفوتر. اه اه الهيدر رأس الصفحة. الفوتر اه زي الصفحة. اه اكتب كلمة اكتب كلمة اسمها اه في الفوتر بتاع البيج. اه هتطبع على اه اسفل الصفحة الشمال اه اه على كل الصفحات في الوركشيت. تعمل ازاي? بص كده. هتروح على اه اه بيج سيطب. هتروح على هيدر وفوتر. هو عايز بقى فوتر. يبقى كاستم فوتر. ماشي? هيقلق لك تحت على الشمال. يبقى هنا ايه مع كده كده? كده كلمة ايه? ماشي? وتقول له اوكي. وتقول له اوكي. اعمل كده اه بريفيو للصفحة. هتلاقى بص كده ايه. الكلمة ايه مكتوب ايه اه البوتوم في الايه في الفوتر بتاع ايه بتاع الصفحة. ماشي يا ماشي يا